معانا الأستاذ خالد أبو بكر بيقول بداية من مشروع رأس الحكمة في تغير في الفكر الاقتصادي وفي تغير في أداء الدولة وكمان في نجاح وتحسن كبير فالأستاذ خالد شايفه يعني فهنسمعوا منه يكلمنا ايه التحسن اللي هو شايفه بالطريقة الكبيرة دي فالوضع اللي أنا شايفه في مصر النهاردة بداية من مشروع رأس الحكمة هناك تغير كبير جدا في الفكر الاقتصادي هناك تغير كبير جدا في الأداء الحكومي الاقتصادي هناك إيمان حقيقي بخطوات عملية على الأرض أنا مش من الناس اللي بتطلع تطبل تاني أنا بقول الحاجة اللي أنا بشوفها ومقتنع بيها الأداء من أول موضوع رأس الحكمة مختلف الأداء ما تنساش ان احنا نتحين حتى الآن في سعر الصرف سعر الصرف منضبط نتكلم ارشين يطلعوا ارشين ينزلوا خمسة يطلعوا خمسة ينزلوا الطبيعي فده بحد ذاته كويس جدا ما تنساش ان احنا خلصنا بضاع كتير جدا من الجمرك ده أثر كتير جدا تأثير إيجابي على السوق ما تنساش انه في بعض بعض السلع نزل التمنى بعض السلع نزولا بسيطا وبعض السلع نزلت نزولا ملحوظا لا كلام ده موجود كل حاجة دي قلنا كلام ده دلوقتي ما نرى هو تغير في الفكر وتغير في التطبيق على الأرض وظهور مردود واقعي في بعض الأمور التي يراها المواطن المصري هو ليه الاستاذ خالد بيقول انا مش بطبل يعني ليه ما كلنا سمعين صوت الطبل الوحدنا مش محتاج يقول انا مش بطبل هو بيقول انا مش بطبل بس احنا سمعين صوت الطبل صوته بيطبل يقولك فيه تحسن وفيه اداء الدوله افضل يعني ايه بقى مظاهر التحسن وايه هي الاسعار اللي حضرتك شفتها بتنزل لا بجد يعني ايه هي الاسعار اللي حضرتك شفتها بتنزل ما هو انت ما تكلمنيش في مثلا في سلعة زي السكر اللي كانت بكام كانت بعشرين جنيه وبسبب الازمة وصلت لستين جنيه فالنهاردة لما السكر يبقى في الاسواق باربعين جنيه ده اسمه انخفاض في اسعار السكر مثلا ده مسموش انخفاض حضرتك خالص انخفاض دي انا مش هقولك ان هو يرجع لسعره الاساسي انخفاض المفروض انه يرجع لأقل من سعره الاساسي لكن عشان تقولي فيه تحسن واداء الدوله متغير والسلع اسعارها بتنزل يبقى على الاقل السلع توصل لاسعارها اللي كانت عليها قبل الازمة والمفروض يعني ان راس الحكمه واداء الحكومه والتحسن يجي على سلع زي كده يجي على السلع الاساسيه اللي الناس حساها بتشتريها كل يوم عشان تعرف فيه تحسن ولا مفيش تحسن عندنا الخبير الاقتصادي ابراهيم نوار رحية كاتب بسط مهم جدا خلونا نقراه سوا ابراهيم نوار كتب وقال ان الفجوة التمويلية في السنة المالية الجديدة 58 مليار دولار وسقف الدين الحكومي حددته الحكومة بقيمة 326.5 مليار دولار بعد كل ما حصلت عليه مصر من ترفقات السيولة المالية منذ مارس الماضي وما حصلت عليه من التزامات بالتمويل من دول ومؤسسات مالية سوف تعاني مالية الدولة المصرية من فجوة تمويلية تصل قيمتها حسب تقدير الحكومة مش حسب تقدير نحن حسب تقدير الحكومة الوارد في مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-25 الى 2 يعني مش عارفة 2.850 تريليون جنيه مصري اي ما يعادل 58 مليار دولار وسوف تلجأ ودي بقى النقطة المهمة سوف تلجأ سلطات الدولة المصرية لسد هذه الفجوة بمزيد من الاقتراض وقد حددت الحكومة في مارس الماضي سقف الدين الحكومي في السنة المالية الجديدة بقيمة 16 تريليون جنيه ما يعادل 326 مليار دولار على اساس متوسط سعر الصرف 49 جنيه للدولار الواحد ما يوازي 94% من اجمال الناتج المحلي باختصار رغم التدفقات بالعملات الاجنبية التي تسلمتها الدولة والتي تم التعهد بتحولها لها من صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي والامارات ومؤسسات مالية اخرى فان موازنة الحكومة العامة تمثل ادارة حقوق الدائنين بمزيد من الاستدانة وفي المقابل وضع الصندوق صقفا لكل الاستثمارات التي من المفترض انها طريق الخلاص من الديون تدريجيا وتوفير فرص العمل للعاطلين واتاحة السلع والخدمات الاستراتيجية للمواطنين مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة واعادة انتاج لفشل السياسات الاقتصادية في السنوات العشر الاخيرة واهضار حقوق البشر المصريين لمصلحة الدائنين مصر مش هتعرف ولا هتقدر انها تخرج من دوامة الديون لما عندك الفجوه التاموليه تمانية وخمسين مليار دولار تمانية وخمسين مليون دولار تمانية وخمسين مليار دولار هيجيبوها منين هيقترضوها هيقترضوها تاني عشان كده كل خبراء الاقتصاد كل خبراء الاقتصاد دي يكلموك في حاجة بمنتهى البساطة انسى اللي بتسمعو انسى تماما اللي بيقولو خالد ابو بكر وتاني مصطفى بكري واحمد انسى انسى اللي حصل ان عندك سيولة دخلت بس السيولة دي مش هتحل العجز ولا هتحل الدين اللي عليك هي بس هتخليك في موقف مش حرج وانت بتسدد ديون الفين اربعة وعشرين وتيجي تتعثر تاني في خمسة وعشرين وتزيد عليك الديون في ستة وعشرين بعد ما خرج رئيس الوزراء وقال لنا ان اربعة وعشرين وخمسة وعشرين هما هيكونوا الاصعب لا خالص لاربعة وعشرين مش الاصعب نبدأ نتكلم في الاصعب في خمسة وعشرين وفي ستة وعشرين خالد ابو بكر بيقول السيسي قال زنقت نفسي عشان البلد وده حقيقي كان ممكن مايرفعش الاسعار وكان وما يضغطش على الشعب ويعايشه في رخاء بس كانت البلد هتنهار تعالوا نشوف الرئيس سيسي قال جملة يعني هي فعلا حقيقه للتاريخ يعني قال انا زنقت نفسي وزنقت البلد عشان ابني بلد لو انا جيت احلل الجملة دي اقتصاديا انا زنقت نفسي طبعا اي رئيس بيحرس على شعبيته بيحرس كان ممكن عادي نقضيها بقى دعم في دعم في دعم ولا نرفع اسعار بنزين ولا نرفع اسعار حاجه واي حاجه ولا مشاديع ولا نيل يا باشا مرضي مرضي الدنيا تمام اه واخترناه وبيعناه وانشيد وماشي تمام زي الفل تمشي كده على فكرة وعادي جدا حدا تشربها وانت قاعد زي الفل وتطلع باخراج سنمائي رهيب طب هو عمل ايه؟ لا هو قال زنقت نفسي يعني سياسيا انا اللي بغلي البنزين ايوة انا اللي عملت اا 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 مشروعات تحملتها الدولة ايوة انا اللي كنت بشوف رؤية ثاقبة ان انا اقول لك اعمل مشروع قناة سويس الجديدة ايوة أنا اللي تحملت الواحد القرار أيوة أنا اللي بقولك اعمل خطوط طرق موجودة في القاهرة وإلا ستختنق أيوة كان البديل إيه بقى؟ رخاء بقى وبتاع ونقعد فيش مشاكل فيش بقى إعلام بينتقد ولا فيه ناس بتفهمش فاهمة ولا فيه ولا فيه فعمل الموضوع ده بالنسبة للقيادة السياسية التي اختارت طريقا ليس سهل طب هتقولي طب فيه مشاريع بلا جدوى أو لم تؤتي الثمراء طبعا هو اللي يعمل هذا كم مشاريع مية في المية هتنجح؟ لا ودقوا انت من حقك تتفق أو تختلف على أي مشروع بس أنا بقولك اتعمل سيدي جافيه زي ما بقولوا بالفرانسية يعني حصلت خلاص بقى ملكك ما بيطبلش يقولك أنا ما بطبلش أنا ما بطبلش سيسي زنقت نفسي عشان البلد وده حقيقي يعني ده إيه إقرار بأن البلد تزنقت بس زنق نفسه دي لا معلش يعني مع كامل احترام زنق البلد ماشي زنق المواطن ماشي وانت طبعا مش منهم يا أصاس خالد انت أكيد محسيتش بالزنقه ولا بحالة الفقر للناس عايشاها ولا أعداد الفقر اللي عملة بتزيد يوم عن يوم لا أكيد دي حاجة مش عند حضرتك يعني لكن إيه يعني إزاي إزاي ما كانش هيرفع الأسعار إزاي وإزاي كان يقدر يعيشوا في رخاء بأمرت ايه بأمرت ايه بأمرت ايه بأمرت ايه وإحنا الديون وكلنا بأمرت ايه وإحنا لازم غصب عنا نسدد الديون عشان نعرف ناخد ديون تاني وزي ما قال الدكتور إبراهيم نوار إن إحنا دلوقتي فقط مجلس إدارة الدائنين بنقترض عشان نسد الدائنين التانيين وكان قالها حد قبل كده الدولة شغلة بنظام لبس طاقية ده لده بيقترض من صندوق النقط عشان يسدد البنك الدولة بياخد من الإمارات عشان يسدد اليابان بياخد من اليابان عشان يدي للكويت ماشي كده ماشي كده معانا الدول وتيجي تقول لي كان ممكن نعيش في رخاء لكن هو ما بيطبلش ما بيطبلش هنقول إيه الأستاذ أنور الهواري كتب وقال الدكتاتوريات التي تجمع بين قهر والشعوب تجمع بين قهر والشعوب وإفقارها تطرق في نفوس المواطنين مرارة عميقة يترطب عليها إحساس دفين بالتعاسة يفسد عليهم مذاق الحياة ويحرمهم نصبهم من السعادة والرضا إفقار المصريين سياسة إفقار المصريين وهيفضلوا طول الوقت زي اللي مربطين في ساقية مربطين في ساقية مش عارفين يخرجوا منها بيحط دماغه على المخدة وهو عمال يفكر بكرة يوم وهيكون إزاي واللي ظروفهم أفضل لأن مش كل الناس بتشتغل على بابا الله واليوم بيوم وحتى اللي بيشتغل في وظيفة وعنده مرتب على يوم عشرين لازم بيكون فيه كله بيسلف كله وكله بيستلف من كله الدكتور تامر النحاس كتب وقال إلى أن يأتي ذلك الدكتور الجديد من نفس المؤسسة الذي سيأتي بعد عمر طويل جدا طبعا لا هو المفروض عشرين تلاتين يعني الدكتور الجديد بعد عشرين تلاتين ليقنعنا أن سنوات من سبقه كانت خراب أن الإنجازات كانت كرثة وأن التفريط كان مروعا وأنها كانت سنوات يجب أن تنتهي وأنه أتى وأنه استلم دي استلم دي على مضد وأنه يفعل بنا ما لم يتخيله أحد وأننا نعيش أعظم أيام الدولة إلى أن يخرب بيوتنا وبعدها يقنعنا أنه يجب أن نتحمل معه إلى أن يشاء الله وتطلع ناس تقولك فين أيام الدكتور الجميل اللي كان بيقطعها علينا خمس ساعات وبس وبرده يخفض الجنيه وبرده يخرب بيوتنا لحد ما يجيب درفها ويأتي أمر ربك ليأتي ديكتاتور جديد برضه من نفس المؤسسة ويلقي اليمين في ظلام دامس ولا أحد حوله إلا الأستاذ مصطفى بكري فلم يعد هناك أحد لا غاز لا قهربة لا بلد ولا حتى ناس فقط فقدناهم من فرط التطبيل وفي الخلفية صوت شريط كاسد شغال ببطارية هو كان بتاع حماء زمان بس طلع في واحد بيقول مش عارف مين يا فخر السينويه مش عارف مين برضه يا دكتور العرجاني هو فخر السينويه كلنا حفظين الأغنية دلوقتي أغنية اللي كلنا حفظناها فخر السينويه هو إبراهيم العرجاني يعني معروفة بس بصوا من نظره سوداء النظره سوداء إزاي من ناس أفاضل الدكتور تامر هو دكتور مشهور جدا في أمراض النساء والولادة والأستاذ أنور الهواري هو كاتب صحفي محترم وقبلهم الدكتور إبراهيم نوار وهو خبير اقتصاد بصوا نظرتهم إزاي وبصوا كم الصورة الغمقه والبؤس اللي في كل كلمة بيكتبوها كلمة اللي قالها الأستاذ أنور الهواري وهو بيقول يفسد عليهم مزاق الحياة يحرمهم بيحرمهم من نصبهم في السعادة والرضا السعادة والرضا اللي هي مش منا من حد ولا حد بيدهالك ولا بتتباع ولا بتشترى ده إحساسك بالرضا بيبقى من جهوك بس حتى الإحساس بالرضا النظام بقى مستقتروا عليك بقى مخليك مش عارف انك تحس بالرضا اللي ربنا زرعه في قلبك والدكتور تامر يقولك هيجي الوقت اللي مش هيبقى فيه حد عشان ما بقاش فيه كهربا ما بقاش فيه غاز ما بقاش فيه أرض ما بقاش فيه إلا مصطفى بكري هو اللي قاعد مين هيعوض مع مصطفى بكري أكيد مفيش حد وبنعوض ايه عشان نحل أزمتنا درايب اديني في الدرايب اديني في الدرايب يا دكتور معيد افرد درايب وزي ما قال نائب في البرلمان امبارح مش فاكرة اسمه ايه فاكرة بس النائب حاجة فرغالي أحمد فرغالي يمكن قالك الناس دلوقت بقت خايفة وقاعدة مستنية اللحظة اللي الحكومة هتفرض عليها ضريبة على الصلاة عشان تبقى بتدفع درايب عشان تتقرب من ربك دي الحاجة الوحيدة اللي بقية جمعية خبراء الدرايب المصرية أكدوا ان مصر من بين أعلى ست دول عربية في الدرايب طبعا المركز الاول والمركز التاني رايحين للجزار والمغرب الجزار والمغرب بس كمان دخل الفرد في الجزار والمغرب غير دخلنا احنا يعني فالجزار والمغرب أعلى حاجة أقل دولة عربية بتاخد درايب هي الامارات مفيش درايب خالص في الامارات يعني تقريبا حصيلة الدربية بتاعتها 9% من اجمالي الناتج عندهم لكن مصر عندنا الأرقام عالية جدا يعني وخصوصا القيمة المضافة ايه القيمة المضافة يا جماعة يعني يعني ايه القيمة يعني انا مثلا لو رحت اشتريت طقم كبايات طقم كبايات فبجي بدفع الفاتورة بلاقي في حاجة اسمها القيمة المضافة ايه القيمة المضافة يعني ان بقى عندي طقم كبايات دي كده قيمة مضافة ولا المفروض ان القيمة المضافة دي بتبقى حاجة لها علاقه بتحسين الجودة الخدمة بتحسين سلعة فادفع عليها قيمة يعني ايه يعني الحقيقه انا مش فهم ايه الضريبه اللي استحدثوها دي والي الحقيقه عندهم قدره رهيبه قدره رهيبه على تدورها واستخراج شرايح مختلفه منها